أصدر كريستيانو رونلدو قائد منتخب البرتغال بياناً رسمياً عقب فسخ تعاقده مع نديه منشستر يونيتد وجاء بيان كريستيانو رونلدو كالتالي بعد محادثات مع منشستر يونيتد تم الاتفاق سوياً على فسخ التعاقد مبكراً فأنا أحب منشستر يونيتد وجماهيره وهذا لن يتغير أبداً مع ذلك أشعر أن هذا الوقت المناسب لخوض تحدي جديد وأضاف أتمنى النجاح للفريق فيما تبقى من الموسم وفي المستقبل وكان منشستر يونيتد أعلن اليوم الثلاثة عن فسخ تعاقد رونلدو رسمياً باتفاق الطرفين وبشكل فوري وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد رونلدو مع منشستر يونيتد بنهاية الموسم الجاري مع إمكانية مده لموسم آخر باتفاق الطرفين وكان أصدر نادي منشستر يونيتد بيان عبر موقعه الرسمية جاء نصه كالتالي كريستيانو رونلدو سيغادر منشستر يونيتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري ويود أن نادي توجيه الشكر لرونلدو على ما قدمه معنا خلال فترتين مسجلاً 145 هدفاً خلال 346 مباراة ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل وأضاف الكل في منشستر يونيتد يبقى مركزاً على تطور الفريق تحت قيادة المدرب أيركتينو هاجا والعمل سوياً لتحقيق النجاح وخاض رونلدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع ثلاث آخرين وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم ثلاث أهداف وصنع هدفين موسيقى